وصلنا الآن مشاهدين الموضوعنا الرئيسي لليوم اللي حنناقش فيه تأثير مناقشة أسرار البيوت والعلاقات بين الأهل والأصدقاء على السوشيال ميديا وأسبابها والهدف منها طبعا إحنا فتحنا هذا الموضوع بين الناقش وبعد ما انتشرت على السوشيال ميديا في مشهورة صار في مشاكل بينها وبين زوجها وطلعت هي وبكيت وحاولت تجذب انتباه الناس وزوجها طلع رد وهي طلعت ردت وصراحة الموضوع شوية كبر وزاد عن حده وشغل الناس قد إيش أنه ممكن السوشيال ميديا يكون لها تأثير سلبي وضرر على الأهل وحتى على الأطفال يمكن في المستقبل نتمنى لا لكن نناقش الموضوع بعد هذا التقرير إفشاء أسرار البيوت وتفاصيل الحياة اليومية الدقيقة والمشاكل الأسرية والزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الظاهرة أو ترند في الفترة الأخيرة الهدف منه طبعا زيادة نسبة المشاهدات وتصدر لترند حتى ولو لساعات قليلة فيظهر بعض الأشخاص واللي يطلقون على أنفسهم مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أو بوست يتحدثون فيه عن أسرار بيوتهم وعلاقتهم بأزواجهم وأصدقائهم بدون أي خطوط حمرة فإيش هي الأسباب اللي تدفع مثل هؤلاء الأشخاص لكشف أسرار بيوتهم وحياتهم بهذا الشكل أمام الجميع؟ وكيف ممكن؟ نتعامل مع هذه الظاهرة السلبية ونستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي وما نسمح لها بانتهاك خصوصياتنا الحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدين خلونا نرحب بالاستشارية الأسرية والنفسية لما استفدي سأل صباحك لما أوهن سهلا طبعا هذا الموضوع أحسن منتشر كثير هذه الفترة يمكن لنا سنة قاعدين نشوف أنه كثير في السوشيال ميديا في طلاق وزواج وفضايح وأشياء كثيرة والكثير من الناس تشارك قصصها على السوشيال ميديا فإيش هي المشاكل اللي ممكن تنعكس عليهم بعد ما ينشرون هذه القصص خاصة قصص المشاكل الأسرية صحيح أنا سأعطيكي مثال من مبدأ علم النفس اليوم لو أنت حكيت لي تجربة بسيطة لما أنا بشرب أهوتي بلا سكر وأنا نقلت الخبر لعشرين شخص الشخص العشرين رح يقول هدى بتشرب أهوتها سكر زيادة وهذا اسمه التأثير المجتمع على الأخبار المتحدة هو كويس إذا ظل الموضوع أنت تشرب قهوة صحيح وبالتالي شخص العشرين رح يكون نقل الخبر بهذه الطريقة هذا بفسر بعلم النفس أنه نحن لما منطرح مشاكلنا أمام المجتمع فبالتالي مشكلتي صارت بإيدهم وبطلت ملكي فأنا لازم كون متقبلة لكل الرأي اللي ممكن هما يحكوا ويشاركوا فيه ولكل التفاعل اللي أنا يمكن يجيني سلبي أو إيجابي من الآخرين لأنه تقييم الناس ما رح يكون منطقي في الإنسان هاي التجربة بعلم النفس بتقول بأنه نقل الخبر أنا بالنشعور بضع فيه شيء من تجاربي من خلفياتي من أراء الثقافية والدينية فبالتالي ما رح يصل نفس الخبر لو تم تناقله أبسط حد لعشرين شخص فما بالك لو كان ملايين لما خلينا نأخذ الموضوع بالأسباب ليش نشوف الكثير من الناس تشارك قصصها ومشاكلها على السوشيال ميديا أولا فيه جزء منهم اللي أكيد نحن نعرف بأنه رفع أعداد المتابعين وهذا صار متعرف عليه خاصة حتى من طريقة كتابة الخبر اللي منشوفها فضيحة يعني هي هو الصبر بحد ذاته بصير فيه كثير ناس عندهم يدخلوا فيه ناس بيعتبروا بأنه المتابعين أو اللي هن موجودين على صفحاتهم عائلتي فمن مبدأ الشفافية وطرح المشاكل ولكن أكيد كل شخص أنا بقول بيتعلم من كيسو وشو يعني هذا المثل الدارج بأنه أكيد أول مرة ممكن الإنسان يشارك ولكن نتيجة الهجوم اللي هو رح يتعرضه رح يعرف بأنه الموضوع هو خلى الأمور تروح للأسوأ لأنه المشكلة لما تكون هي بين شخصين فهم قادرين يدخانوا وأي شي نحن بنعرف لبيوت أسرع ولكن بآخر اليوم تجاربهم بيحلوها بيتدخلوا شوي من العائلة أصدقاء بروحوا لعمل مستشار أسري بيتم حلق أو حتى الطلاق نحن بنقول إن نهايات أخلاق فالطلاق بيتراضي ولكن لما صارت على السوشال ميديا بيصير كل شخص بيحاول يثبت وجهة نظره إلنا صحيح مش للشريك ولا العائلة الحين صاروا حتى يكتبون أعلن انفصالي عن فلانة مدري إيش كأنه يعني يخلي لها يخلي لها بسؤولية فإيش الضريبة اللي ممكن يدفعونها يعني الأشخاص المشاهير على السوشال ميديا لما يعرضون حياتهم الخاصة أو مشاكل انفصالهم تدخل الناس وتقبل أراء الناس لأنه هو مثل ما حكينا هو الخبر رح يحكى فالآخر رح يرده نحن بنعرف بصير هون سباق على إثبات وجهة نظري أمام الآخرين لأنه في كثير ناس ممكن يضيع حقهم يعني هو عنده حق وهو فعلا متضرر وهو فعلا إنسان مظلوم ووقع عليه الأذى ولكن لما بتصير أمام السوشال ميديا يا ما أكثر الصفحات اللي بتقلب الطاولة وبالتالي بتدخل الأمور وتدخل رأي المجتمع لأننا نعرف أن المجتمع يقيم فبالتالي ممكن يروح لتقييم ديني شرقي ذكوري مجتمعي يعني تحت أي صنف من أنواع التقييمات فهون الأصعب وبتصير القصة بأحيانا ما بين أنه أنت فعلا مظلوم ممكن تطلع ظالم بعيون كثير من هذا هو الغريب أنه صاروا الرجال يعني على السوشال ميديا يسوون هذا الأسلوب هذا يمكن أن نحن مستنكرين أكثر غير الحريب يعني نقول أنه بعض الأحيان المرأة عاطفتها تغلب عليها طبعا في قصص فضايح تنشر على المنصات وصاروا المتابعين لهم دور فعال أنهم يعطون الإحكام التبرير الاتهام ولكن إلى أي مدى يعني لازم يكون المتلقي يرد على الأذى هذا اللي يجي إلى أي مدى لها القدرة أنه يرد أنا مثلا الرسائل اللي وصلتني خلال الأيام ماضي كانت بتقول أنا سويت مشكلة في البيت لأني أنا تذكرت مواقف سيئة زوجي مسويها معي أنا رحت فتشت جوالات بناتي لأنه شفت مثلا إحدهم وليست مؤثرة أنا أقول هي فقط مشهورة مثلا سويت تصرف معين وبعرف بنتي بتتابعها فصار عندي إحساس أنه بنتي راح تسوي مثلها صح فبالتالي هذا جدا مهم لهذا الدرجة السوشيال ميديا هي صارت جزء من حياتنا ومؤثرة فينا ومؤثرة بتصرفاتنا فأكيد بتأثر ولكن شو اللي خلينا نقول نحنا كلنا نعمل وانا بسميه رد الأذى شو رد الأذى بأنه أنا لو شفت فيديو كان مؤذي لهدول العالم ما سهم بنشره سلبيا يعني أنا كلما سهبت بنشر فضيحة فأنا جزء من هذا الأذى فكلمة رد الأذى بأنه يا ريت نحنا لو ناخد الموضوع من منظور أخلاقي بأنه في أطفال في أولاد فأنا لو شفت أي شيء أي إنسان خرج عن طوره أو كان يمكن هو منفعل وشفته بأي نمط ما سهم بس في ناس هم وهو يسوي هذا الترند لنفسه وبالتالي أنا ممكن هذا الموضوع ساهم على أنه هو ما ينشهر على حساب موقف هو قاصد منه زيادة أنه هذا الفيديو ينتشر يعني هو رد أذى علي وعلى الآخر فبالتالي أنا أحمي نفسي من أنه هاي الأنماط تتكرر وأحمي الآخرين لو كانت هم أسفوها بحالة عفوية فعلا نحن للأسف نشوف كثير من المواقع تستغل أساسا هذه الأخبار في الانتشار أو في كثير من الأفراد يكون عندهم مقاطع خاص بفضيحة فلان أو نزاع فلان مع فلان بما يخص الأطفال بهذه النزاعات واللي احنا دائما نشوف أنه نزاع بين الأزواج خلينا نقول تأثير هذه المقاطع خصوصا نحن نقول مشاهدين أنه شيء لما يعني يرفع على الانترنت خلاص هذا رح يبقى للأبد بتأثيرها على الأطفال وكيف ممكن احنا نتعامل مع الأطفال في مثل هذه الحالات اللي هم خلص شيء صار يعني هلأ كلامك صحيح 100% فما بالك لو كانت بعض الفضائح عن الأطفال ولو كانت بعض الأمهات بتطلع أسرار بيوتها وبتطلع غلطات حتى انت بتعرف هاني هدى الفترة الماضي أنا شهدت كثير من ما يسمى مؤثرات بتستعرض أخطاء الأطفال في البيت يعني هي مثلا رمت الأكل على الأرض وفهي بتصرخ عليها هي مثلا خربتلي الميكب فهي كمان بتنفعل وبتصرخ عليها وبتطلب شوفوا تعابي شوفوا رأي المشاهدين انت ما فكرت هي الطفلة هي شو مشاعرها بهذه اللحظة وبعد عشر سنين لما هي كل مرة رح تشوف انك انت فضحتي غلط صغير هي سوته فما بالك لو حتى الأولاد مسوين مصيبة والأمه طلعت نشرتها على السوشيال ميديا هذا جانب جانب الثاني المشاكل الأسرية نحنا نعرف لو في مشاكل زوجية في البيت أنا مبارح مثلا إحدا السيدات قالت لي أنا وزوجي تخاصمنا ابني لصباح وهو يبكي منفعل ومنهار هذا مشكلة في منزل منزل واحد ولم يدري فيها إلا مستشار أسري فما بالك بأطفال هما كل يوم لما بيفتحوا أي مكان هني شايفين الأهل بحالة صراع مستمرة وهذا رح يوثق على مدى وبتري إثبات وجهات الظهر غير كذا في مشاهير يعني تصور تسبب في أبو أولادها أو في تسبب في أهل أولادها والأولاد يسمعون وتقول أني أنا أوثق هذا الشيء للأولاد يعني كيف تكون مشاعرهم هذا حس الشخص نفسه يعاني من المشاكل النفسية هو طالما نحنا دايما منقول أيسر من أسرار المنزل طلع برى المنزل فبالتالي نحنا هو خطر وسيئات وهي أضعاف أضعاف مضعفة فأكيد هي رسالة اليوم علّة وعسى أولا مثل ما حكينا بأنه كل إنسان يمكن عنده جزء من الضمير الموجود بأنه توقف نقل الفيديوهات أو نشرها أو حتى المشاركة فيها كنقل انتشار والنقطة الثانية بأنه حافظوا على أولادكم وأسرار بيوتكم لأنه في بيتكم قادرين حلها برى البيت هي ملكنا كلنا ومخارجة عن يدكم شكرا لك يا تكي ألف عام المشكلة إذا طلعت برى لطاقها الطبيعي بعد نقدر نسيطر عليها وتكبر وسير فيها تدخلات واحترموا نفسكم يعني احترموا نفسكم شخصيتكم قدام العالم مش قدام بس أولادكم خلونا نشوف ثلاث نصائح لموضوعنا اليوم نحنا اليوم كلها ثلاثة هاتفة ثلاثة نشي تلاقي ترجمة نانسي قنقر